الفرق بين العلم والعلماء الآن عندنا في هذه الأزمنة من العلماء جوجل تويتر يوتيوب صحيح والله حتى قال لي أحد الشباب قال الشيخ جوجل جوجل شيخ جوجل زنديق والله صدق جوجل زنديق لأن إيش تبغى من جوجل أسمعي تبغى الربا حلال أو حرام أبغى الربا هذا يقول أبغى الربا حرام يكتب الأدلة على تحريم الربا يخرج جوجل مليون دليل وفلان من الناس يريد الربا حلال يكتب لجوجل الأدلة على حل الربا يطلع مليون دليل ومليون قول وكتب ممكن تألف يبغى يسيب من أي واحد يبغى يسيبه مثلا من الصحابة من التابعين يكتب فقط في جوجل سب كذا كفر فلان أطلع مليون دليل مليون قول عندنا مثلا عندهم نعم يقول كفر من سب الصحابة يطلع ما شاء الله إذن زندق العلم والعلماء بيان العلم والعلماء هنا ضد هذا خلي هذا يترك الماء بس حتى ننتهي خمس دقائق الثاني من تشبه بهم ليس من العلماء طب كيف نعرف العالم كيف نعرف العالم من الجاهل كيف نعرف من تشبه بهؤلاء وليس منهم لأنه أمر خطير جدا إخوانا من تثق في دينه دينه وعلمه من تثق في دينه وعلمه هذا تأخذ بقولي وتختار أعلى ما يكون لأنك تجعل هذا حج بينك وبين الله وإذا تساوى عنده اثنان خير بينهما الآن هذا نصنعه في طب الأبدان مرد هذا سأل الله سبحانه وتعليه يبحث عن ماذا عن أي طبيب لا ويأتي لمن لا قال أنا ما أريد أخصايا أخصايا لا ينفعني أنا أبغي استشاري قال هذا ولا استشاري والله بروفوسور طيب ذهب للبروفوسور وفحص وأعطاه وصفة يأخذ الوصفة هذه وروح للصيدلية اشتري الأدوية يشرب لا ما يشرب يفتح ويقرأ الموانع الاستعمال أو كذا المظار صحيح يقرأ كل شيء بعدين يستعمل أو لا يستعمل وقد يسأل وقد يذهب الطبيب ثاني وقد يذهب الطبيب ثالث صح في طب ماذا أبدان أما أما الشريعة طب القلوب قال ضعها في رسعالم واطلع منها سالم يسأل أي واحد حتى البواب ويأتيك بعض الناس يرسلك اليوم رسائل طويلة جدا وبعدين يقول لك إيش رأيك في هذا الكلام طب من أين أتيت به من إبليس من اليهود ممكن والله أو يأتيك يقول لك إيش حق إيش صحة هذا الحديث من أين جئتني بهذا الحديث وليش تطالع هذه الحديث لماذا لا تطالع كتب أهل السنة تطالع لكتب أهل الضلال وترسل لي هذه الحديث وبعدين يحققها من المحقق من جوجل محقق طلع حققها جوجل جوجل تبغى لحديث صحيحة طلعها صحيحة تبغى ضعيفة طلعها ضعيفة خلنا كيف ترجع لجوجل كيف ترجع ليوتيوب يوتيوب البعض صحيح موقع موثوق ترجع إليه ما فيه شكال أنا ما سمعت والله ما سمعت يوما من الأيام أن أحد تخرج من مدرسة جوجل طالب علم عالم تخرج أحد سمعت هذا لابد أخوانا لابد تطلب العلم كما طلب السلف مرام العلومة بغير الشيخ يضل عن السراط المستقيم ما يمكن تطلب العلم جوجل ولا يوتيوب هذا فقط يعني تنشيط للأذهان بس لابد تجلس تأتي